ايضا مشاهدين الازا بدأت كافة القطاعات الصحية بالمملكة تجديد تفعيل لقرار منع الاختلاط والتحرش بالقطاعات الصحية اثر تأكيد سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بهذا الشأن وضرورة اتخاذ اللازم وفق الانظيمة وتعليماته بعد رفع احد المواطنين لما يحدث في بعض المستشفيات من تحرش واختلاط على حد قوله ومطالبته باستقلالية النساء في الوظائف الطبية حيث اصدر مستشار نائب وزير الصحة المشرف العام على شؤون المستشفيات الدكتور هاني عبدالعزيز تعميما الحاقية لأفرع الشؤون الصحية بمناطق المملكة وكذلك المحافظات والمدن الطبية اكد خلالها على الالتزام بموجب هذه التعليمات في كافة المرافق الصحية والانشطات تابعة الغطاعات الصحية ومتابعة ذلك تقيدا بالتوجيهات التي تتضمن منع الاختلاط بين الرجال والنساء في مجالات العمل في الادارات الحكومية او غيرها من المؤسسات العامة والخاصة او الشركات او المهن ونحوها وكذلك المحاضرات الطبية في المستشفيات نظرا لما فيه مخالفة لتعاليم الدين ومخالفة الفتاوى الصدرة في هذا الشأن ولتوجيهات ولاة الامر وعلى اثر ذلك اطلق المغردين على تويتر هاشتاك بعنوان ولي العهد يمنع الاختلاط حيث اثنى المغردين على القرار وطالبوا بسرعة تنفيذه